خليني أبدأ معاك الأول يا أحمد برأيكو الأول في المباراة بشكل عام تفضل يا ساب والله يعني الأول يعني بعض الناس قالت أننا احترمنا فرقة بالمراس زيادة عن اللزوم أنا شايف يمكن لا شايف أن الكلام ده يعني أنت لازم تحترم فريق بالمراس بطل كوبا لبرتادوريس في آخر سنتين متاليين بتلعب فرقة كومتها التسويقية 180 مليون يورو جماعة فرقة أكيد بطل بطل كوبا بطل أمريكا الجنوبية فأكيد أن أنت لازم وزي يعني بقول لحدك كابتن إسلام أن المدرب رهان يعني المدرب راهن على حاجة فأنا كنا ماشيين كويس جدا في الشرط الأول من ناحية التنظيم الدفاعي تنظيم الدفاعي بتاعنا كان مميز جدا فمن يدرش نقول أن ممكن مثلا لو الشرط الأول كان خرج 0-0 كنا قلنا أن تغيرت أن تاكتك موسيماني زي المطش اللي فات فمن يدرش نغير رأينا عشان كده لكن هو بيتسو موسيماني راهن على الأسلوب الدفاعي على أن أنا هقفل المساحات وأنا كنت معا جدا في وجهة النظر دي أن أنت طبعا بتلعب فرقة عندها دودو عندها روني عندها أكتر من لعب ما عندها سكاربة فرقة فيها لعبة كتير جدا مميزة وبالتالي أنت لازم تدايق المساحات آه في بعض الأخطاء أكيد هنتكلم فيها ولكن الأخطاء دي إحنا لازم نبني على الدال اللي جاي إحنا جماعة زعلانين إن إحنا ما وصلناش نهائي كاس العالم للأندية تأخدين بالكم من الكلمة مش معلش مش مثلا مش نهائي كاس مصر مش نهائي دوري مع احترامي طبعا للبطولات دي ولكن ده نهائي كاس العالم للأندية جمهور الأهلي سقف طموحاته بيعلى مباراة في التانية وإحنا برضو أنا مقدر زعل جمهور النادي الأهلي إن الزعل جاي نتيجة الأداء التحسن في الشوط التاني قال لك ليه ما إحنا كنا بدأنا كده من الشوط الأول كنا نقدر آه ممكن يكون معهم طبعا كل الحق ولكن يا جماعة برضو لازم نكون عارفين إن إحنا بنلعب بطولة كاس العالم للأندية مثل هذه المباراة تلعب على التفاصيل الصغيرة ولما يحصل خطأ خلاص يحصل خطأ من اللاعب يحصل خطأ دي فيها يحصل حاجة زي كده فأنت بتخسر المباراة يعني مقدر طبعا زعل بعض الجمهور أو أغلب جمهور النادي الأهلي ولكن إن شاء الله إن شاء الله نعوض الكلام ده بإذن الله وبرضو مباراة التالت ورابع أكيد هنقابل منافس قوي سواء الهلال السعودي سواء تشيلسي فإن شاء الله إن شاء الله يعني الأداء برضو يكون أحسن وإن شاء الله يعني نتمنى إن إحنا نصل على الميديلية البرونزية فأنا بقول لك مش عايز الناس تزعل ومش عايز إن إحنا نهد المعبد إحنا ماشيين صحة جدا لا 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 بنت عمد معلش معلش جمهور النادي الأهلي يعلم تماما أزعلنين أو متضايقين كلنا هواتنا مش جمهور الأهلي طبعا ومش عانا في جمهور أهلي وأنا جمهور أهلي والناس اللي قاعدة دي معظمها كلها جمهور أهلي طيب كلنا بنفكر إزاي أزعلنين ومتضايقين وعملين كل حاجة وبننتقد وعايزين نمسك في ده ونعمل في ده وكل حاجة ولكن في النهاية آخر اليوم هنقض حننام حنصحى حنفكر في اللي جاي عايزين نبقى نكسب اللي حيتغلب من الهلال والشيلسي إن شاء الله يوم السبت القادم هو ده اللي حنفكر فيه هو ده الفارق دائما ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني الجمهور النادي الأهلي بيفكر في اللي جاي آه بينتقدوا بيقول كذا 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 وإحنا النهاردة إسلام وحش وأحمد وحش وده كويس وده مش كويس ولكن من بكرة من النهاردة بالليل حتلاقي كل الجمهور تويست كده وفي ظهر الفريق خلال الفترة اللي جاي